بعد أن حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتمكن من دحر الميليشيات الإنقلابية منها قبل أشهر يعود أهالي وادي ملح بنهم إلى منازلهم التي نزحوا منها قبل أكثر من عام ونصف لكن التنقل في أراضيهم لرعي مواشيهم وجلب الحطب أصبح مخاطرة بالدخول إلى جحيم تركته ميليشيا الموت والدمار بعد فرارها من هذه القرى إحنا ما عد سطينا نخرج من بيوتنا لا نحطب نفعل لنا عايش والغاز معدوم ومواشينا ماتت في البيوت لا سطينا نخرج من الألغاء آلاف الألغام زرعها الحوثيون في طرقات ومداخل القرى وبطون الجبال المحيطة بالمنطقة وهو ما جعل هذه القرى أشبه بحقل موت كبير وهو ما استدعى الجيش الوطني عند دخوله هذه الوديان تطهير بعض الطرق المؤدية إلى الجبال الاستراتيجية والقرى الآهلة بالسكان لكنه لم يستطع إلى الآن تطهير كل هذه الأراضي المحررة نطلب من الجيش الوطني والمقاومة أن يسرعوا ويهتموا بمناطقنا وإنقاذنا من الألغام الذي زرعها الحوثة لأن مواشينا وأولادنا وأطفالنا الآن محددين لن يقدر أحد على إحصاء جرائم الإنقلابيين لأنها في تزايد مستمر فجرائمهم تجاه المواطن اليمني شملت الماضي وسترافق مستقبل الأجهال القادمة آلاف الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في جبال نهم لكنها لم تمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم بعد أن شردوا منها لعدة سنوات فهؤلاء المواطنون عادوا إلى منازلهم يستبشرون بالأمن والأمان الذي يوفره لهم قوات الجيش الوطني محمد عبد الكريم من قناة يمن شباب نهم صنعاء